السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيف حالكم شاء تكونوا طيبين قبل سبع أيام نزلت في المنتدى عن مقدمة اللي شرح موقع بيكس ارت وقلت لكم وقتها واشتبغون الفيديو الجاي اللي راح هنزل عن هذه السلسلة وبنسبة واحد ثمانين في المية كلكم قلتوا عن تصميم الصورة المسغرة وعدد المصوتين خمسمائة وثمانية وثمانين مصوت شكرا لكم وربي اعطيكم العافية وقبل ما نبدأ اشترك في القناة وفعل التنبيهات وخلونا الان نبدأ بتصميم الصورة المسغرة طيب يا جماعة الخير زي ما تشوقوا قدامكم اول شي راح ندخل على الموقع ولي راح تلاقوا رابط الموقع تحت في الوصف واذا ما شفت هذا الفيديو عن مقدمة عنه ضروري تشوفه عشان تعرف كل حاجة انا شرحتها وبتلاقي رابط الفيديو تحت في الوصف اذا حد تتعلم والحين راح نبدأ التصميم اول شي راح تخش على الموقع تمام وبعدها راح تروح لقسم اليوتيوب ورح نختار اول واحد واللي هو يوتيوب ثامنيل واللي هو الصورة المسغرة ولو تلاحظون كمان مقاس الصورة يكون 1280 في 720 تمام راح نضغط عليها وزي ما تشوقوا قدامكم من بعدها عجز المشاهد راح تظهر لك هذه الواجهة طيب قبل ما نبدأ في التصميم اول شي راح اقول لك على كل عنصر من العناصر هذه اللي موجودة هنا عشان تعرف كل واحدة عنها تمام اول شي مكتب هنا لاي اوت واللي هي مقاسات التصميم حق التبع بالنسبة للمقاسات يعني قبل ما تصمم مثلا باختار تصميم عن مفتار هذا او مثلا هذا شوف على طول راح يتغير مقاس التصميم فاحنا في هذا الفيديو راح نصمم الصورة المسغرة واللي هو هذا تمام noticed ورح تكون بهذا المقاس طيب هذا بالنسبة للاي اوت اللي بعده égماعة اللي هو الابلودس واللي هو التحميلات يعني الصور والاستكارات او اي حاجة انت اضفتها في هذا المكان عشان تبدأ تصمم فمثلا انا باخذ هذه الصورة مثلا هذه تمام راح أخذ الصورة هذه تمام ورح أسوي زي كذا وأكبرها من هنا وأمسكها من هنا كذا إحنا جهزنا الصورة وزي ما قلتلك راح تحط الأيقونات والصور اللي راح تصميمها في هذا المكان فأول شي بعمل تحط هذه الصورة قفلها من هذا المكان عندك علامة القفل قفلها عشان بعدين تحركها بالغرط يعني مثلا وانت قاعد تصمم تكون هذه مفتوحة وممكن تحرك هذه زي كذا أو كذا مثلا فانت خليها زي ما هي وقفلها من هنا بس وبعدين كمل التصميم طيب هذا بالنسبة للأبلوت اللي بعده واللي هو التامبلت واللي هي القوالب راح يجيب لك هنا مجموعة كبيرة من القوالب وعلى حسب نوع القالب مثلا نوع السفر أو مثلا الصحة أو مثلا التعليم وأي شي تقدر تختاره وعلى حسب تصميمك للصورة اللي بعده واللي هو الفوتوس واللي هي الصور راح يوفر لك الموقع مجموعة كبيرة من الصور زي ما تشوي قدامك هذه كل لها صور موجودة هنا تقدر تأخذها وضيفها في الصورة المصغرة شوف هذه كل لها صور طبعاً للمعلومية بعضها بفلوس وبعضها مجاني كيف تعرف اللي بفلوس اللي مكتوب عليها بلس اللي هي هذه العلامة وبيكون عن المائية حق التبع الموقع موجودة هنا طيب السؤال هل أقدر أنا أضيف صور من عندي يعني مثلاً عندي صور في الكمبيوتر أبغى أضيفها هنا هل أقدر؟ نعم تقدر تروح لهذا المكان عندك هنا مكتوب أبلود تلغط عليه ورح تختار الصور اللي عندك موجودة في سطح المكتب وحتكون موجودة فوق هنا هذا المكان اللي هي رؤية جميع الملفات اللي حطيتها زي ما تشوقوا قدامكم هذي كلها صور أنا أضفتها من قبل وطبعاً لزي كذا يعني أن هذا يندل ممسوحة أو أنها ما هي موجودة في سطح المكتب يعني راح أسوي له حذف عادي ما عنده أي مشكلة لأني يا جماعة الخير أنا مستطن الموقع من قبل وإلى الآن الحمد لله مستمر عليه طيب هذا بالنسبة للصور ننتقل اللي بعده واللي هو الفيديوهات برضو تقدر تأخذ فيديوهات موجودة من نفس الموقع وتقدر تسوي عليها منتاج لكن إحنا حالياً بنصم صورة وليس فيديو تمام هذا بالنسبة للفيديوهات اللي موجودة هنا وتقدر تكتب هنا في السيرتش عن أي نوع من الفيديو اللي أنت تبغى بعدين إيش تسوي عليه منتاج أو تصميم فيديو مثلاً بكتب هنا فوتبول يعني كرة قدم زي ما تشوقوا قدامكم هذي كلها فيديوهات عن كرة قدم وبعضها بفلوس وبعضها مجاني لكن الملاحظ هنا كلها بفلوس إذا أنت اشتركت في هذا الموقع وتقدر كمان تأخذ فيديوهات من سطح المكتب بتروح لهذا المكان أبلوت لغط عليه وتأخذ أي فيديو من عندك مثلاً بأخذ هذا الفيديو زي ما تشوقوا قدامكم هذو الفيديو اللي أنا سويته من قبل طيب هذا بالنسبة للفيديوهات ننتقل اللي بعده واللي هو التكست واللي هي الكتابة رح تلاحظ عجز ومشاهد مجموعة كبيرة من الكتابات اللي تقدر تصمم فيها هذي كلها كتابات اللي تقدر تستخدمها وبعضها زي ما قدتلكم بفلوس فأنا بالنسبة لي أفضل كتابة أنا أستخدمها حالياً واللي هي هذي يا جماعة الخير تنزل تحت تحت واللي هي مكتوب 50% واللي هي هذي أفضل كتابة بالنسبة لي مستخدمة في الفيديوهات حالياً تمام هذا بالنسبة للكتابة ننتقل اللي بعد واللي هو الستيكرز واللي هي الملسقات يعني مثلاً عندي هنا يا جماعة الخير بعض الاستيكرات أو الأيقونات اللي أنا ما أخذها من الموقع وزي ما قدتلكم هذه بعض الاستيكرات اللي تقدر تستخدمها أشكال وأنواع سهم ومربعات أي شيء طيب خليو نفترض مثلاً أنت تبغى أيقونة عن اليوتيوب راح تكتب هنا في البحث يوتيوب سواء كان بعربي أو بالانجليزية عادي يوتيوب تمام وتسوي بحث راح تطلع لك الأيقونات تبع اليوتيوب تبغى مثلاً الاستيقرام ما عندك أي مشكلة ها الاستيقرام راح تطلع لك أيقونة استيقرام أي أيقونة أنت تبغاها خليونا نقول مثلاً إضاءة ها؟ إضاءة راح تطلع لك إضاءات كثيرة وبأشكال وأنواع مثلا الإضاءة اللي أنا عجبتني واللي أنا استخدمها في بعض الفيديوهاتي واللي هي هذه هذه الإضاءة اللي أنا استخدمها فبالتالي في هذا القسم واللي هو الاستيكرات تقدر تستخدم أي استيكر أو أي ملسق من هذا المكان سواء كان سهم أو أيقونة أو مثلا إيموجي تكتب مثلا إيموجي شوفها تكتب إيموجي تكتب مثلا إيموجي حزين خلينا نقول مثلا أولا إيموجي سعيد مثلا إيموجي سعيد يطلع لك إيموجي سعيد او مثلا تاخذ هذا وترسم شايف كيف لكن بالنسبة لي ممكن استخدم في الأشياء اللي تحجبها مثلا عندك صورة مصغرة تصممها وتوقع تحجب حاجة معينة عشان المشاهد ما يشوفها زي كذا يعني وتقدر تغير اللون من هنا تختار اللون اللي يعجبك مثلا أنت تختار لون أخضر أصفر أي لون تمام مثلا بختار أخضر شوف ها هذا اللون مثلا شوف ها طيب إذا بغى مساحة تروح لهذا المكان وتختار هذا وتسوي زي كذا طيب إذا بكبر المساحة كل عليك تروح لهذا المكان وتكبر من هنا شوف كيف صارت أكبر وتمسح كله بالراحة طيب هذا بالنسبة الرسم ننتقل اللي بعده واللي هو الشابس واللي هي الأشكال الهندسية عندك هنا مثلا مثلا مثلث مربع معين دائرة أي شيء فمثلا أنا بختار الدائرة تمام وتوقع تغير اللون ما عندك أي مشكلة تروح لهذا المكان اللي هو فل وتختار اللون اللي يعجبك مثلا تختار لون أزرق أحمر أي لون أنت تبغى وعلى حسب تصميمك للصورة المصغرة الخلفيات عندك هنا خلفيات مرة كثيرة تقدر تأخذ أي خلفية وزي ما قلت لك بعضها بفلوس وبعضها مجاني زي مثلا هذه الخلفية شوف كيف واللي هي هذه وفي خلفيات مرة كثيرة مثلا بختار هذه الخلفية شوف صراحة خلفيات حلوة عندك أشكال ونواع من الخلفيات مثلا عندك هذه الخلفية شوف طبعا هات تتعلق بالأشكال الهندسية والأشياء اللي يزيكي ذا يعني فغالبا انت رح تختار الصورة اللي تناسب مع موضوع الفيديو فاهمني كيف هذا اللي يقصده ننتقل لبعده واللي هو مكتوب هنا مور تولس واللي هي أدوات أخرى يعني رح يجيب لك أدوات ثانية تتعلق بالذكاء الاصطناعي يعني مثلا عندك هنا AI background creator واللي هو خلفية الذكاء الاصطناعي ورح تقدر تشوف أدوات ثانية تقدر تستخدمها بالذكاء الاصطناعي سواء كان مثلا في الفيديو أو مثلا في الرسم أو مثلا إذا كانت صورة GIF أي شي من هذا كله طيب هذا بالنسبة لأدوات الأخرى بالنسبة لي ما رح أستفد منها لإني ما رح أتصدمها كما قد راح تنتقل لبعده اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة